بعث الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي برسالة إلى السيد رئيس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي لغرض تدارسها في مجال الوزراء الموقرة وتبني موردة فيها من ملاحظات أكدها الدستور العراقي ومواده وبنوده وقوانينه المشرعة من قبل البرلمان وطلب التجمع الجمهوري العراقي أن تكون مفردات هذه الرسالة من وثائق مجلس الوزراء شاكرين موقفكم الوطني النبيل في الحفاظ على وحدة العراق وترابي المقدسة مع وافر التقدير بعث الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي رسالة إلى السيد رئيس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي لغرض تدارسها في مجلس الوزراء الموقر وتبني ما ورد فيها من ملاحظات أكدها الدستور العراقي ومواده وبنوده وقوانينه المشرعة من قبل البرلمان وطالب التجمع الجمهوري العراقي أن تكون مفردات هذه الرسالة من وثائق مجلس الوزراء شاكرين موقفكم الوطني النبيل في الحفاظ على وحدة العراق وترابه المقدس مع وافر التقدير وما جاء في مضمون الرسالة أولا انسحاب البيشمرقة والأسايش إلى حدود محافظات شمال العراق وعدم التدخل بشؤون أي محافظة من ضمن سلطات الحكومة الاتحادية ومنها محافظات كاركوغ ونينوى وصلاح الدين وديالة ثانيا الإشراف المباشر من قبل الحكومة الاتحادية على المطارات والمنافذ الحدودية وإدارتها بالكامل وليس المراقبة فقط ثالثا إدارة إنتاج النفط وتسويقه وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات النفطية مع الحكومة الاتحادية وحسب ما ورد في نفس الدستور أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي وإدارته من قبل الحكومة الاتحادية حصرا رابعا مطالبة شمال العراق بتسليم الرقابة المالية لكشوفات صرفيات حصة شمال من الموازنات السابقة وإعداد ميزان المراجعة لهذه السنين وتدقيقها من قبل الرقابة المالية وإخضاع الدوائر الإقليم كافة إلى الجهات الرقابية المعمول بها إسوة بالدوائر الأخرى في المحافظات خامسا تحديد ارتباط الفيشمارك بشكل رسمي إما ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة وتمتثل لأوامرها أو تعتبر ميليشيا حزبية منفصلة يجب حلها أو تعتبر حرص شمال العراق ويتحمل الشمال مصرفها وتجهيزها وهذا لا يمنع من تواجد القوات الاتحادية في الشمال سادسا إعادة كافة الأسلحة والمعدات التي استلمتها الفيشمارك في الشمال بعد سقوط الموصل والمطالبة بها كونها ملك الجيش العراقي وليست غناء للفيشمارك استولت عليها دون وجهة حق سابعا مطالبة الجهات ذات العلاقة لمعرفة الكميات المهربة من النفط ومصير مبلغها لغرض إعادتها إلى الحكومة الاتحادية باعتبارها أموال الشعب ثامنا إلغاء كافة القنصليات التي فتحها الشمال العراق في دول العالم والحد من تحركاتها المشبوهة باتجاه الانفصال وتهديد الأمن القومي العراقي وإعادة هيكلتها مع سفاراتنا في الخارج وضمن توجهات وسياقات عمل وزارة الخارجية حصرا تاسعا إيقاف الاتصالات الجانبية والمبادرات المشبوهة من بعض قادة الكتل السياسية بحجة الوساطات وتنقية الأجواء والحد من هذه التصرفات التي جعلت الجهة المقابلة تتمادى ولا تحترم قرارات الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية بخصوص الالتزام بمبادئ وحيثيات الدستور ومواده النافذة عشرا الاستمرار في التنسيق الدولي العالي لإيقاف كل محاولات الدعم من بعض الدول لمشروع الانفصال وكذلك العمل المستمر في تبصير شعبنا الكردي والعالم بخطورة الموقف والنتائج الوخيمة التي ستلحق بالمنطقة والعراق من جراء هذا التوجه الفاشل والذي لا يمتلك مقومات ديمومته حادي عشر ربط منظومة الأسائش بالأمن الوطني وتحديد مسؤولياته سواء القاطع الأمني أو حدود المسؤولية ثاني عشر رفع العلم العراقي على الأبنية في شمال العراق بشكل إلزامي باعتباره رمز السيادة ثلاثة عشر تدريس اللغة العربية في شمال العراق مثلما فرض تدريس اللغة الكردية في المدارس العربية باعتبارها اللغة الثانية أربعة عشر الكف عن التدخل في المناطق المختلف عليها وإيقاف العمل بالتغيير الديمغرافي في هذه المناطق وفرض الأمر الواقع عليها والعمل بشكل متوازن مع كل أطياف السكان المتواجدين ضمن هذه المناطق بشكل عادل ومنصف لأن الجميع متساوون بالحقوق والواجبات وفرص العمل خمسة عشر إعادة هيكلة تسجيل المركبات وفق ضوابط الحكومة الاتحادية وتوحيد اللوحات المرورية والرسوم وتوحيد قوانين الاستيراد والتسجيل للحد من حالات السرقة وتهريب السيارات وتسجيلها في شمال العراق بطرق غير شرعية وغير قانونية ومكررة إن ما ورد أعلى هو تعبير عن تطلعات جماهير شعبنا بشكل عام ومنتسبي حزبنا حزب التجمع الجمهوري العراقي أملين اعتمادها وثيقة من وثائق المطالب الشعبية في الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وثروات مع تقديرنا العالي لدولتكم الموقرة سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي